التوائم أكثر عرضة للدرمويل سيست عن غيرهم وأن الأم اللي ممكن يكون عندها درمويل سيست ممكن تلاقي بنتها عندها درمويل سيست أسر بالكامل عندها أورام لفية أسر معظمها عندهم بتانيت رحم مهاجرة أسر عندهم فتء بيحصل نتيجة أمراض وراثية وكأن الخلاف جسدي أحيانا تتصرف بتنظرية المستعمرات لما زودنا بزيادة الوعي الصحي بمرض زي بطانيت رحم المهاجرة وقلنا أنه ما بيجيش فقط بشكل ألام في دور ولكن مش دايماً لشكل واحد ونمطي ده مستخبف ألف وش ووش ده مستخبف ألف قناع وقناع اسمحوا لي أنا ورحب بضيفي العزيز الأسوة الدكتور سيد الأخرس اللي أكيد بينوارني أهلا بيك دكتور سيد في حالات حب إنسانية مهمة جداً أن الواحد يشخص أن الواحد يلاقي الرضا على وش مريده أو مريدته أن الواحد يلاقي عيلة بيلتم شملها بعد قرار طبي سليم بعد ما ممكن جداً أن تكون الحالة المرضية أو عدم القدرة على الإنجاب بسبب فرقة هذه الأسرة وده وارد جداً فأنا عايز أشوف وجهة نظرك الحياتية من خلال مفكراتك ومذكراتك أكيد عن الحب حب في حياة الطب من يحب لو قيمة الحب داخلت جواه أعتقد بتوصله لجزء من في السمو وأعتقد كأقدم مهنة أعتقد أهل أقدم مهنة في الوجود هي طب النساء والولادة لما نقول ستنا حاوة أول حاجة حصلت إنها لما حملت ولدت إزاي؟ محدش عارف بس أهدم مهنة أهدم مهنة موجودة في عالم المرأة عالم المرأة اللي هي بتحب وبتتحب وبتدي وبتعطي وهي الأم وهي البنت وهي الأخت والحبيبة وهي العشيقة وهي الرفق وهي الشعر وهي الليل وهي الجنون وهي الجنان وهي كل حاجة وهي الأمل والحلم أنت بتقعد تجهز نفسك طول عمرك أحيانا عشان ترتبط بحد والحد ده اللي عاوزه أحيانا أن يبقى شبيه أمك ولا مختلف شوية عايزها شرقية عايزها غربية عايزها لونها إيه عايزها لكن في الآخر مش هتعرف تحرك كل حياتك إلا عن طريق الحر كل يوم وإحنا بنمتهن مهنتنا دي وإحنا عشرين عشرين يتواجهنا كل يوم مشاكل وكل يوم حواديد وكل يوم مفرقات ما بين الساقية اليومية الحياتية اللي كل شوية تجيب لنا من العمق على سطح الميا مشاكل موجودة في العمق وكلنا نكتهد في تشخيصها ورصدها وتفسيرها وحلها ما اعتقدش أن كل الأطباء بيبقوا فرحانين قد أنه حل لغز طبي والمريضة شفيت على إيده بعد ما شئت ربنا وعدت بر الأمان بعد سنوات من العتمة والظنمة والألام والأورم اللي فيه وبتنت الرحي من المعاجرة ومشاكل ضخمة وعيوب خلقية تكونات خلقية لا يخطئ الله ولكن تكونات خلقية لكي نبدع في حلها فيستفيد البشر بعد كان ولكن بعد 2020 وحنا بنتكلم على صورة المناظير والمناظير اللي دخلت في عالم المرأة وعالم الإنسان على المطلق والتفاصيل الكبيرة المعقدة وحلولها بأبسط الدخول إلى عالم الجسد كنا رصدنا كده ولكن أحيانا لما نعمل إسقاط على الحالات اللي بتيجي معقدة وبتيجي من مشاكل أتاري كل مشكلة كان ليها عمق كان ليها تاريخ كان ليها تفاصيل كان ليها أحيانا تاريخ يرتبط أحيانا الحدث ده هل هو حدث لأن التقاليد إحنا عبد للتقاليد وبالتالي بننفذ أحيانا هكذا وجدت عليه أباؤنا ولا هو مرتبط أحيانا بدين وبالتالي بننفذ التقوص الدينية أحيانا بوعي وأحيانا أنك أنت بجهل تعبد الله وبالتالي أكيد عباضياتك لله عن جهل تخليك العبودية دي دون مستوى العلاقة بينك وبالربك كلما زاد الوعي والعلم عبدت الله على شكل يليق بقداسة وعظمة الله وبالتالي كل ما يكون عندك علم وعمك كل ما كانت علاقتك حتى بدينك أقرب وأنقح وأروع وأركع وبتكون قوي والله يحب المؤمن القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف تأتي القوة ليس جسدية ولكن القوة حتى الجسدية بتأتي بمعلومات وبعلم غزير وبالتالي أنا قوي أنا قوي بالقوي بالقوي يا الله قواك وبالتالي بقيت قوي على كل المشاكل الممكن تواجهك في عالمنا كل يوم تجينا حالات وحالات ما بين حالات متكررة يوميا أو حالات ندرة أو أحيانا تسمع عنها ما تشوفهاش ولكن تسمعها موجودة في كتاب موجودة في خبرات أحد الأطباء الأفاضل يتكلم عن روايته دونها بكتاب سطور أو دونها حتى بصور أو قدر يرصدها عاوز أبدأ بحالة كانت غريبة جدا حالة جات لامرأة في التلاتينات أو آخر التلاتينات متأخرة في الحمل وألام رهيبة قلة جدا في الجماع ديسبورونيا رهيبة جدا يسبورونيها ألام أسناء الجماعة دي بسيتة بين ألام عميقة يعني ياريتها عميقة لسه ما كنتش لسه قربت من المريضة وبعد كده في تاريخها إنها حاولت تعمل محاولة حقن مجهري طيب نشوف المريضة نشوف المريضة سونار رافضة سونار المهبلي هتعمل سونار عن طريق البطن أعمل سونار عن طريق البطن مفيش أي حاجة غير طبيعية موجودة على البطن أثناء الكشف زهول من الموقف ده إزاي المريضة دي موجود فيها كل المشكلة دي وسكتة وقعدة وبتمشي كانت وادلنج بتتحرك مش قادرة تمشي الوادلنج هي ماشية قادة مش قادرة تقعد المشي اللي فيه نوع من الميلان على الخوض على الجانبين وادلنج هي ماشية زه البطن قادة مش قادرة تقعد طويلت صعب جدا نومة مش مستقرة فيها دايما قادة فتحة رجليها فاخدين كده بعداهم موقف رهيب جدا الحالة لو يقدر نشوفها على الشاشة دلوقتي بعد كده نعمل الإسقاط عليها سست سست كيس كبير جدا كيس موجود اسمه كليتوريال سست كيس البازر كيس أكبر من رأس بيبي بيتولد كيس دا متر بتاعه عدى لعشرين سانتي عشرين في عشرين سانتي كيس أول حالة ترصد على العالم بهذا الحجم دايما الكليتوريال سست أو الكيس البازري موجود في البازر المرأة موجود يعني ما يوصلش أبدا لكل دايمانشا زود دامتر دي ولكن يأتي من إيه المريضة لو نبص على الشاشة التانية لو يقدر هادي الكيس الضخم الموجود الجلد الحجم دا اللي هنرجع نتكلم فيه بكم في كم حوالي عشرين سانتي عشرين سانتي عشرين سانتي هنتكلم على أكيد لما تيجي تشوف في الريفيو عشان تشوف علميا دا كان موجود ازاي في الموسوعات الطبية مفيش حاجة بالحجم دا طيب دا حالة عدي كل يوم بنتعامل مع الأورام اللي فيها وبنتعامل مع بطانة الرحم المهاجر وبنعمل حالات وبنبقى فرحانين جدا نتحلط المشكلة ولكن أحيانا ما بنربطش الحدث ما بين الأشياء وبعضها لما نيجي نقول أني في بعد فرحة الناس في فلانتاين دي المخطوبين وبعد كده أثناء الجواز تلاقي أعلى نسبة طلاق في العالم في مصر ليه أعلى نسبة طلاق في العالم في مصر حطوا أسباب كتيرة مختلفة لكن كان أهمهم على الإطلاق هو العلاقة الحميمية العلاقة بين الرجل والمرأة دون مستوى التوقعات أحيانا للرجل وأحيانا للمرأة في حاجة انساتسفاكش في حالات مرضية رصدت كتير جدا في شهر العسل مع إيقاف التنفيذ تم شهر العسل ويحدث ما لا يحمد أقباء من فشل في الزفاف فشل في الزفاف والزوجين مش عارفين سبب الفشل إيه ويبدأوا يلفوا في العيادات المختلفة والتخصصات المختلفة ويتخبطوا في التشخيص وغيره الزكورة والنساء والنفسين وأحيانا يبدأ بعدم الوعي أحيانا ودخور الأهالي اللي عندهم برضو عدم وعي تبدأ المشاكل تزيد وتتضخم مشكلة عند البنت لا مش عندها مشكلة مشكلة عند الولد آه وعنده ضعف جنسي لا أنا كنت كويس جدا بس بالمحاولات بدأ يحصل عندي مليت الدرجة الانتصاب تبدأ تقل بالوقت نتيجة إنها بتقومني لا أنا ما بكومكش المشكلة عندك لا عندك نلف ونروح بيها من تخصص إلى آخر أثناء الفحص نكتشف إن عندها حاجة اسمها الفاجينيزمس عندها قمطة المهبل عندها اعتلال أو اعتقال المهبل المهبل ينقبض لا إراديا بالكامل ويتقفل تجويفه بالكامل الأسباب مختلفة نتيجة عصر وانقباط في العضلات اللي حوالين المهبل فبتقفله تماما عضلات الحود عضلات أكتر من الحود وكمان اللي حوالين المهبل وبالتالي أثناء الزواج وأثناء بداية الدخول يحصل المقاومة اللي أحيانا تبدأ بقفل الرجلين قفل الفخدين فرد القدمين وأحيانا بزقه كمان عنه كأنها بتحمي نفسها منه يحاول مرة ومرة ومرة وبعد كده يخشوا في الطريقة اللي هنبدأ نحللها بعد كده كانت سباب إيه تيجي مريضة بتولد أثناء الولادة عسر في الولادة تأخر في الدرجة التانية مرحلة التانية في الولادة إنه بتفحص المريضة بتتقلم بينزل البيبي نزل في المهبل ولكن مش عارف يعد البيرث كنال وبصراكة الليبر وبصراكة الليبر ولادة متعسرة نسمع الولادة متعسرة أحيانا تنتهي القيصريات وبعد القيصرية ممكن تلاقي إن المريضة دخلت في نزيف ما بعد الولادة أو أحيانا الطفل اللي تزنق في البرث كنال دي قناة الولادة يبقى الرسستيشن بتاعه أليل وننزل تعبان وممكن الرسستيشن أو إفاقته تبقى أقل وبالتالي ممكن يخش في حضانة وممكن ينزل بمشاكل أو ممكن تؤدي إيه لستيل بيرس ينزل متوفي أو نيونيتل ديتس يتوفى حديث الولادة أو لو ولد الطبيعي نفاجأ إن حصل لسريشن ومزق في المهبل ومزق أحيانا في ماجر البول وأحيانا يمتد المزق إن يضرب المستقيم وتبقى فيه كومبيلت برنيا التير أو تمزق كامل في العجان ومشاكل ضخمة ده سيناريو تاني يكون لا سيناريوهات بتحصل لمرضى جايلك كل يوم واضح أن حضرتك بتقلب المفكرات بقلب الصفحات آه أنت قلت لي أقلب لك المفكرات المفكرات مم ما بين الحالة اللي جاية بسيست ضخمة على فكرة أنا بشوف فعلا من التقليب أنا عسلنا يعني فاهم حضرتك ويس كل حالة لها قصة قصة طويلة قصة طويلة هنرجع لها ولكن وأنا بقول الإسقطات اللي موجودة يوميا ليا والأطباء زميلي اللي بيموجودين في فلد النسا وبيقابلوا حالات كده ولكن كإني لا لا أنوب عنهم ولكن كإني مشاركهم في أحداثهم والمستمرة اللي بتيجي يوميا احنا في الصفحة التامنة أو التاسعة في الحالات طبعا أحيانا تجي لك حالات فيها ريكارنت أوفر يورينا ريتلاكت انفكشن عدوة متكررة في الجاسب في مجرى البولي مجرى بولي أو يورينا يورينا ريتنشن يحصل احتباس بولي احتباس بولي متكرر احتباس بولي أحيانا حاد وأحيانا متكرر وتبدأ المريضة من البداية من نعومة أصفرها من وهي طفلة من وهي مراهقة من هي في بداية الجواز تبدأ تعاني الأمرين على المسالك البولية المتكررة ما بين علاج بمضادات حيوية وأحيانا توصية لمجرى البول وتكرار 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 إلى أن تتزوج ويحصل هانومونسيستايتس والتهابات شديدة جدا في مجرى البول أثناء فترة الزفاف وأحيانا تبدأ المشاكل في مجرى البول أكتر وأكتر خلي بالكو ركجوا في كل الحالات دي في كل القصص اللي احنا بسمحها دي أكيد فيه رابط فيه حاجة بتربطه أنا همد أه توسد أنت الناس بس إيه تقول الحاجات دي أنا هربط الأحداث ولكن لازم لازم نحكي معانا اللي بيحصل لك وبتشوفه في عياتك وبيقولك بأشكال مختلفة وفي الآخر رابط مشترك ما بينهم أحيانا لأن أنا مش عاوز هرسرد السرد الأكاديمي أن المعرض عبارة عن كذا واحد اتنين ثلاثة تشكيز واحد اتنين ثلاثة اه بنحكي بنحكي بطريقة عكسية عكسية بنحكي الكيس الكيس المختلفة اللي ممكن المهمة اللي موجودة في البيوت اللي الناس عاوزة تعرف ده عندي متبدو للوهلة الأول ني أنه كل كيس وكأنه وراها مرض مختلف مرض مختلف دي حقيقة وأحيانا دي يجي لك حد بفورين بودي ريحة كريهة البنت صغيرة البنت دون العشرة سن العشرة البنت يعني الأم بتشتكي البنت دايما تعبانة درجة حرارتها مرتفعة سخنة بيحتبس فيها البول بتنزل منها إفرازات ريحة كريهة ريحة تعكر حتى البيت اللي فيه عايشة فيه البنت ولما راحت المدرسة كل البنات شمين ريحة بتقلي بحال المكان بتضطرد وترفض إنها تروح المدرسة ولو راحت المدرسة مصدر شمئزاز للأخريات لإني ريحة كريهة طلع منها فنفاجأ بعد فحص دقيق وبعد إجراء إكس ري وبعد الأرب وبعد منزار مهبلي لأنسة دون المستوى العشرة في عمرها إن فيه فورن بودي وأجسام غريبة جوه أجسام غريبة يعني قطن أو قطع من المناديل موجودة جوه إيه ده ده حالة تانية نقلب كمان صفحة ونيجي نشوف إن فيه اكتئاب فيه رعب فيه فوبيا فيه أحياناً انعزلية فيه ألام وإحساس بالحكة فيه هرش فيه إفرازات فيه إعياء فيه أحياناً قئ وأحياناً واجع في البطن وأحياناً ضربات قلبي سريعة فتشخص على أي عموم الطب هل ده مشكلة في الجهاز الهضمي هل مشكلة في الجهاز الدوري هل في القلب وأحياناً تجيلك بشكل من كرشة النفس أحياناً ومشكلة في الجهاز التنفسي نقلب الصفحة تجيلك المريضة اللي اتجاوزت وأحياناً فيه تأخر في الإنجاب تأخر في الإنجاب نتيجة حياناً الديسبارونيا الألام الموجودة والألام الموجودة بتخليها عندها عزوف على العلاقة الجنسية وبالتالي ممكن يتأخر الحمل فنبدأ ندور على حلول بديلة فتلاقي في بيوتات الحل لده والألام المتكررة أني بقى لهم سنة و سنتين بالشكل ده ندور على حال المجهري مش مهم بقى دلوقتي العملية العلاقة الحمامية تبقى موجودة بس على الأقل تبقى أم أو يبقى أب قادرين في صمت ما بين زوجين نادراً ولكن أحياناً العائلات خلاص مش عارفين يعملوا إيه فطب يمكن لما تفرح يمكن لما تولد يمكن لما تتحسن حالتها وأحياناً شكوى من إن حد جاي زوجين إن الزوج عندها تبلد جنسي لا تشعر بأي نشوة لا تشعر بأي متعة لا تشعر بالعملية الجنسية بل بالعكس أحياناً زاهدة في العملية الجنسية الحاجات دي على فكرة ساعت بتروح كمان في اتجاه الشعوازة آه ده قبل ما تروح لما هم راحوا بقى آه عندها الشعوازة يقولوا إن البنت مش عارف لبسها عفرية والبنت بيحبها جن الحاجات اللي بيسمعها عندها فتبدأ العملية تزيد أكتر وأحياناً ييجي الزوجين إن الزوج يشتكي إن مراته بتمثل ما عندهاش أي رغبة مش حسيسها وهي بتشتكي أحياناً إنها بتتدعي ده إنها عشان ترضيه بس هي متقلمة وكرها العملية الجنسية يعني من يوم الزفاف وياكرها العملية الجنسية مش عارفها ليه ولكن هي مش فاهمة ليه ممكن تلاقي في السنة الأولى لمعظم الحالات اللي فيها المشاكل الحميمية الجنسية والعلاقات المضطربة والسيكشوال ديسفانكشنز الموجود والفرية اللي يحصل ما بين الأزواج يحصل طلاق ويحصل مشاكل كتيرة جدا الرابط المشترك ما بين كل هذه الأحداث كان زمان وقديم وموجود في سن الطفولة وما كانش حد يربط الأحداث ببعضها إن العنف المستمر للبنت في الفترة دي ممكن أحيانا يؤدي إلى مشاكل يعني تتشاف يعني نلاقي عندها ورم ليه فيه محدش كان رابط الحدث ما بين الحدث اللي هنتكلم فيه والورم الليه فيه أو بطانة رحم مهاجرة والورم الليه فيه إيه الحدث رابط ما بين ده كله هو ما يطلق عليه female genital mutilation أو female circumcision أو بتر الأعضاء التنسلية الخارجية للمرأة أو ما يطلق عليه الختان تعال نشوف هل السؤال يعني هل الختان يلعب دور مهم أو يلعب دور في إحداث كل هذه التنوعات في الحالات بمعنى يستطيع أن يحدث ألم أثناء الجماعة يستطيع أن يحدث التهابات في مجر البول يستطيع أن يحدث مشكلة إنجابية يستطيع أن يحدث سست يستطيع أن يحدث بطانة رحم مهاجرة يستطيع أن يحدث أورام لفية وأمراض قلب ومشاكل في الجهاز التنفسي كل ده لما نتكلم نقول عشرين عشرين أنا لميت كل الحالات طبعا ده لسه في حاجات تانية نشوفها كل ده وإحنا في عشرين عشرين بأمانة عاوزين نتكلم عن الختان المسكوت عنه عاوزين نتكلم مش على قشور إنه حلال ولا حرامه عن الصدر ده إنه هو عقائدي أو لا إنه ليه علاقات بالتاريخ إزاي إنه هو إيه علاقته بالعالم الدولي إيه علاقة بأني الدول اللي هو زايد فيها وليه موجودة منظمات الصحة العالمية قالت إيه اليونسيف قالت إيه حقوق الطفل إزاي حقوق المرأة إزاي العنف ضد الطفلة الصغيرة إزاي الحلال والحرام إزاي فيه نقاشه إزاي بوعي عشان نخرج من هذا الموضوع الشائك لإنه هذا الموضوع في منطقة حساسة أقصد في جسد المرأة فمنطقة حساسة إنه حتى نعرضه على شاشات التلفزيون في منطقة حساسة في التحدث عنها لإنه أحيانا بيبقى مسكوت عنه مش هتعرف تاخد تاريخ مع المرأة وصعب قوي مع التاريخ مع المرأة عشان تعرف المختونات دون المختونات أو اللي حصل لها circumcision أو طهارة ولا ما حصل لهاش طهارة والعلاقة بين بين الأمراض وزيادها من دي عن دي أحيانا المواضيع الشائكة محتاجة تركيز قوي وضوء قريب قوي عشان النقاش منها يطلع بالرسالة المقصودة بشكل واعي جدا يصل في كل البيوتات اللي بتعاني من غير ما يشعر يصل في عمك بلدنا يصل في عمك الصعيد يصل في عمك الأرياف لازل لغاية دلوقتي البنات بيتيجوا عندهم مشاكل نفسية واضطراب وتبول لإرادة ومشاكل ما يعرفهاش أهليهم لأنه هم كانوا بيحاولوا ايه كانوا بيحاول يصيهم والبنت ما كانش الهدف إزاء كان الهدف صيانة للعزرية للبنت أو طهرتها من شكل مدنس موجود فيه كل ده هنتكلم فيه وإحنا ماشيين ولكن كأننا كنا بنرمي نرمي الضوء الأول عشان نحرك أو نرمي الصخرة في المياه الراكدة عشان نحركها ونرى ما داخل هذا المياه الراكدة تنبهتوا أنه الطريق اللي احنا مشينا فيه هو بيسموه الطريق الكيس ريسورش أو الطرح الحالات طرح الحالات بمعنى كأننا عاديين مع بعض منشوف كيسز موجودة يومية بتمر على العيادة الخارجية فوجدنا حالات بتعاني من ألام أثناء الجماعة بتعاني من أورام لفية بتعاني من بطالة رحم مهاجرة بتعاني من انفكشن بتعاني من التهابات في مجرى البولتات ربطنا هذه الحالات بكلمة واحدة اسمها سيركمسيشن أو الختاب بس قبل ما ندخل على بداية الحلقة الحقيقية أنا عايز أقول أن الحوار النهاردة كله علمي البرنامج علمي طبي فإحنا هنراعي حاجتين السرد العلمي للمعاني الطبية الصحيحة المتعلقة بهذا الموضوع مع مراعاة أن احنا مجتمع شرقي جدا وطبعا مع مراعاة التواعد الإعلامية المملع بطبيعة الحال من الطبيعي المهني ومن المهنية اللي أكيد موجودة في القهران كيف تصل إلى عمق الموضوع دون أخدش الحقيقة بالضبط والحاجة التانية أنه الجانب الديني إحنا مش هنقترب منه كثير طبعا لأن إحنا مش متخصصين طبعا هنترك الأمر للبرامج المتخصصة فيه طبعا لكن من ناحية العلمية هذا هو الختام طبعا آه كلمة في الطب في حاجة كثيرة مولد وصحبه طبعا يعني الموضوع فيه درجة كبيرة من الحساسية عند كثير من الناس طبعا بس لازم هنقوله وهنقوله بالتأكيد بنات كثيرة عن مستوى العالم وهنتكلم حتى كان في مصر ولما قلنا مولد وصحبه غايب كانت دايما مرتبطة بالموالد مرتبطة بأي مكان موجود في عموم مصر كان يبقى فيه المولد والليلة كبيرة وامه المطاهر وتخش في الأكواخ اللي موجودة وبنت طالعة وبنت داخلة موجودة صراخ هستيري بس البنت مش عارفة كتلقون ملبسينها مفرحينها إنها في حدث النهاردة هيبقى لطيف تروح ولبسها اللبس الكويس وملبسينها فستان صغير وتخش وتتكتف وتبدأ أكيد بأي كانت الأدوات المستخدمة وده من سبب مباشر في انتشار فيروس سي فيروس سي وفيروس بي قبل فيروس سي كمان ومشاكل الموجودة المترتبة على إصابة مكان بشكل غير معقم بشكل غير طبي بشكل غير أدامي وإحنا بنتكلم عشان بيبقاش الكلام ساطحي غير الأثار المترتبة فورا من نزيف وأحيانا لا توقف من تلوث للمكان اللي تم فيه بطر هذا العضو من أحيانا إيه هيوقفه الموضوع بإيه بكتلة من البن كابس بن ولا شاشة مقفولة غير معقمة وقماشة ولا هممكن تحط ورق الكتان اللي بيتحط ولا البنت بتتقفل وبتتربط بشكل زي الحفاظ يتلفح حواليها وتروح البنت وتعيش عذاب فترة طويلة جدا مش عارفة تروح مش عارفة تتبول مش عارفة تتحرك مش عارفة تعيش حياتها لفترة زمنية معينة ويندمل الجرح وترجع البنت تاني مرة تانية للمجتمع بس البنت دي اللي كبرت والبنت دي اللي انت عارف ان اي جراحة في اي مكان يحصل نتبة يحصل اسكار يحصل تلايف في المكان ده هو ايه اصلا الختان وهي اصلا درجات الختان اللي تمت وهل اللي بيتم على درجات الختان هو طبي هل هو كل الختان واحد لكل البنات هل هي درجات هل الموقف ازاي ما يطلق عليه الختان الفرعوني والبنت اللي بقى عندها الاصر النفس اللي موجود في الاصر الجسدي اللي موجود في المكان ده ويفضل احيانا لعشرات السنين موجود معاها وتجبر بيه لان حصل حاجة اسمها البين باثوي بقى موجود لما الواحد يتقفل على اصباعه لو ده موجود البين باثوي يتقفل على اصباعه باب يحصل نقلم انفورميشن عن طريق العصب الافرنت اللي طالع على الاسبين الكورد العمود الفاكري لغاية الهايبوسالمس والهايبوسالمس يبعد اشارات للكورتكس لإشرة المخ وإشرة المخ تستقبل ده وده للجزء السنستيف وبعد كده تنقله للاريا اللي جنبها لواء الموتور بقى وروح منزلها الافرنت نزلها الصينابس تنزل فيها معلومات تانية عن طريق المخ عن طريق المهيد الهايبوسالمس توصل برضو العمود الفاكري للنفس الصباع وللجسد كله تؤمر الجسد بحركة احيانا شاكينج لقرة ده يسحب ايده يفرقها ينطرها واحيانا الصراخ يخلي توصل الافرنت والباثوي لغاية اللارنيكس وخليه يطلق صرخة الالم الموجودة فتخيل الباثوي ده للموجود في منطقة المهبل ومنطقة موجودة ربنا خلقها في احسن تقويم اللي ليها دور وظيفي فيما بعد في الجواز فالمكان ده بقى فيه اصابة واصابة مستطرة ومستقرة لا تعرف البنت الا لو بسبب الالتهابات اللي موجودة حصل حاجة هنا دملوا الجرح وقفلوه والبنت بعد ثلاث سنين جات لنا بتشكي من ريحة كريهة اتاري الجرح كان فيه قطن موجود جوه لكل الفترة من ساعة الطهارة الموجودة بعد اربع وخمس سنين لفتاه عشان تجنه وانطلع القطن ده بمنزار لانسة ثمان سنوات موجود داخل المهبل بتاعها القطن اللي بدأ يحصل فيه رانتنج ويحصل عفن ويحصل الالتهابات رهيبة بخليها البنت بتخس البنت تكرار للبول البنت ريحة كريهة البنت فيه حساسية مفرطة في جسمها بتهرش في جسمها كله نتيجة الاوت جزيز الالرجي راكشن لو بصينا على شكل القطن اللي طالع ده حالة قديمة ولكن حتى السارد في الحالات دي هيكون اهم حتى من الشكل اللي غير هنرميه ولكن ده قطن شافت خيل القطن طلع لونه اسود سنوات موجودة والتهابات مستقرة وملتهبة قل البنت دي لما تجبر وتتجاوز مشكلتها تبقى موجودة ازاي اللي موجودة عندها هتعيشه ازاي القلم اللي مستقر لانها البنت لا تخدر ما تخدرتش لان موجود الليجل بشكل غير قانوني في اماكن غير قانونية وبالتالي لا الادوات معقمة ولا الطريقة اقدمية ولا البنت بتجهز وبيحصل القصة دي طيب هنبقى نقول عمناها ليه لكن لما نيجي تاني للتاريخ الاولاني الكيس الضخم اللي موجود تعال نشوفه كان شكله ازاي لو فيه جزء زغير بيتشار ازاي بعيدا خالص عن منطقة اللي فيها كل اللي احنا كلنا عارفين كا اطباء رغم اننا طبيب متخصص محترف في الجزء ده لكن ما اجا اتكلم عنه بكلم العموم مش بكلم اطباء فلازم اختار الجزء المناسب اللي اعلاميا نتكلم فيه اللي يخش البيوت ازاي ولكن مستقر جوايا ومؤمن لازم توصل للرسالة هنشوف الشكل ده يصل السست دي الى 20 سنتي وليه تفضل 20 سنتي موجودة جواها بعد الطهارة كل ده كلتريدل سست ابدورمويد سست كيس موجود فيه زهان كبر موجود في المنطقة دي شوفنا نشوفه الكيس شكله مرعب اه نشوفه حتى انت هتبقى معجب جدا لان فيه اسقاط كيس ده موجود في الكليترد 20 سنتي طبعا باين لما نفتحه فيه الحاجات اللي بتنزل بالسيبم مش هفتحه طبعا فيه الحاجات اللي بتنزل في السيبم السيبم اللي موجود احيانا في كيس الدرمويت سيستر اللي بتطلع في المبيض الكيس ده لامرأة في التلاتينات مشي بالوادلنج اللي اتفقنا عليه ليه التجربة المريرة اثناء الميوتوليشن اللي تمت عندها والطهارة اللي تمت عندها ميخليها تخاف من التجربة مرة تانية حتى لو تتعمل وفق أصول علمية تحت تغدير خايف المكان ده يتلمس مرة تانية الآن عمرها كله انها تخش تكشف قعد جزها كل الفترة دي وده زوج كمان يعني من عالم نادر ان يتحمل كل الفترة دي بدون علاقة جنسية حقيقية ويتحمل كل الكلام ده يستغنى عن علاقته بمرأته مؤمن بيها متحمل ألمها ويفضل كل السنوات دي دايما ان الشيء الصعب لما يكون مش عادة بس عادة لها أصل معتقدي أو عقائدي دي حقيقة حتى لو يعني لو كان الأصل ده يعني له ظروف وسركم استانسز معينة ومظاهر معينة وبيئة معينة وحالة معينة يعني برضو زي ما انا قلت برضو هو ده كان سؤالي لما بيحصل وانا متفق معاك ان هو عقائدي مرتبط ببعادات وتقاليد بشكل معينة لذلك لذلك لازم يسألوا نفسهم سؤال مش معنى في مولد سيدنا فلان بيحصل الختان وطهارة الولاد في الأماكن دي كانت ليه عشان التبرك اللي يبقى موجود في المكان العظيم ده خلاص فبالتالي بترد بتبقى في الأزهان فاكر أنديل ومهاشم يحيي حقي لما كان بيتكلم على الطبيب اللي كان سافر ألمانيا ورجع عشان يعالج أهل السيدة زينب من الموجودين فشاف انه هم كانوا بيحطوا زيت الأنديل ومهاشم في عينهم عشان عندهم مشاكر في الرمض أو غيره عشان يشفوا سافر ألمانيا وتعلم الطب وخد جوائز رهيبة جدا على مدى نجاح عملياته الموجودة فلما نزل بيعالج رح بقى يفتح في السيدة زينب العيادته عشان يبقى بار بأهل منطقته اللي طلع منها فلقى هجموا لقى قبل ان يهجموا فبدأ يعالجهم فبدأ يحكر من الوضع اللي هم بيعملوه ويسخر منه ويعملوهم عمليات حقيقة لم يشفوا أي أحد منهم راجع نفسه في ده عمل حركة كمان دخل الجامع وكسر الاندي وكسر الاندي راجع نفسه في ده على الاسعوز يقول ده التخلف وده 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 لما راجع نفسه في ده وبدأ يفهم فلسفة الموضوع بدأ يتدارك انك ازاي تكون تخلي العلم موجود مع احترام عقائد الاخرين الموجودة عشان تغير منهم وبالتالي كان يعمل لهم العملية وما يحطش الانديل وقتهم انا حطيت الانديل وبالتالي كان بيحصل لهم نسبة الشفاء ويجيبوا زيت الانديل ياخد الزيت ويحط القطرة ويحط القطرة طبعا الطبية اللي قصودوا هنا احنا ليس بصدد هجوم على معتقدات قد من نبرز مشاكل اللي موجودة في الجزء الخفي اللي ليه علاقة رهيبة جدا بتاريخ بنت هتبقى أم الأم مدرسة إذا أعددتها 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 شعبا طيب العرق السؤال بقى ماذا يعني تقترح أو رؤيتك إيه عشان يبقى الحوار ده مش حوار مرة ويعدي أنا أقترح أن الحوار يبقى فيه علماء دين مسلم ومسيحي علماء اجتماع علماء نفس مع الأطباء في ندوة حقيقية موجودة وتتكرر وليس تكون إنها مجرد عبرة لأن أحيانا الناس لما بتطلعهم أحيانا قوانين فممكن يكون مش بيصدق دائما أهل السياسة إن ده ممكن يكون لسبب أو بآخر هكذا حال العام العامة على مستوى الدنيا كلها فلما يكون في أهل سكة بيتكلموا مجردين عن ذاتهم إلا إن إبراز حقيقة وجوهر الموضوع بشكل هيصل إلى العمق وإحنا ممكن في القاهرة والناس نعمل النادوة دي موجودة على الدكتور ندعو فيها كل أطراف المعنية لمجتمع بتاعنا ونتكلم بشكل واعي وعميق على أيا كان لو حلقة مكتملة لو حلقات متعددة لزيادة الوعي وترحوا بشكل حقيقي موضوعي يصل لكل البيوت لإن اللي عاوز يسمع علم سمعه واللي عاوز يسمع دين ومخرج لإنه عنده الحتة دي شائكة مش عارف يخرج منها يسمعها عشان ما يبقاش فيه تضارب للأقوال مش عاوز يسمع إن أنا قدت مقتنع ومؤمن بحديث بشكله معين وأنا رجل بروح أصلي وبصلي وملتزم دينيا وشايف إن ده جزء من السنة أقوم بيه ده كان شكل مندوب أو جائز أو مكرمة للمرأة أو شكل إنه فيه بعيدا للحلال والحرام بالدرجات الأخرى المتفاوتة في إجازة هذا الموضوع من عدمه فيلاقي إنه فيه عالم دين أو علماء دين معنيين بالموضوع بيتكلموا بشكل أو بآخر علماء المجتمع علماء علم النفس لما يشوفوا المشاكل المترتبة اللي موجودة مرتبطة حقيقة وبيشوفوها في عياداتهم النفسية على شكل يومي موجود وحقيقي وده بيأثر على إزاي على التكوين المرأة اللي هتكون أم تربي إزاي اللي هتكون زوجة تتعامل إزاي اللي هتكون مدرسة تتعامل إزاي اللي هتكون طبيبة تتعامل إزاي فاقد الشيء لا يعطيه. وبالتالي لما نيجي نتكلم عن الحب. انا عاوز احب بس انا متعطل. اي حد فينا احيانا بيبقى متعطل وجدانيا نتيجة خلل جسدي او خلل نفسي او خلل عصبي فيه. انت عندك لو كولون عصبي. وحد بيعمل جنبك دوشة بسيطة. الموضوع عندك مبارك. بس بقى. او ما كانش عاجل. ولو انت نفس الشخص موجود في مودك الطبيعي. والله ولا حسن. ده بتشعر احيانا ان الموسيقى اللي بتسمعها دوشة. وانت نفس الشخص اللي كنت بتسمع الموسيقى دي ومستعمتع بيها. فلما تيجي تعمل المود. مش عاجل تسمع صوت. وقته صوته الكرآن. الكرآن. وقت صوته الكرآن. طب ده فيه ايه؟ فيه ان انا دلوقتي مشوش الفكر. وعصبيه. بتخلي البرسبشن عندي مختلف. بتخلي قراراتي مختلفة. بتخلي انطبعاتي مختلفة. انت الطبيب اللي مطلوب منك. وانت عارف كويس جدا. علاقتك بمريضتك بيبقى عامل ازاي. لو النهاردة مش يومك. لو النهاردة ما نمتش كويس. لو كالت مبارح بصارة ونمت. واحصل لك انتفاخ. وروحت البيت والعاتس. ولو روحت شغلك الصبح. من غير ما تشعر مشدود. عصبي. بالعادس. بالعادس. مش بالعكس. بالعادس. بتعمل ازاي? بتبقى عامل ازاي? المريضة ممكن بتيجي تقول له يا دكتور اللي بسمحة تخلصي. بس اقول لحضرتك ده انت قلتيها مرة قبل كده. انت نفس الشخص. انت مالك. انت احيانا بتوف تقول ايه? وبالتالي تخيل ده في جزء يعتليك في فترة زمنية بسيطة في اليوم او في الاسبوع. لما تكون انت عندك سبب عصيل. البنت اللي موجودة. اللي كل شيء راحة الطويلت. او كل شيء عندها افرزات. او بنت الصغيرة دي عملين يسحبوها من عيادة الى اخرى. او عندها مشاكل واعلام في اسفل بطنها. نتيجة الالتهابات المتكررة. او ان يصل الى اجسام غريبة. او الالتهاب عصبي. او جوازه ومشاكل. عليه نفسية وجسدية. او 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 او. او تأخر انجاب. تأخر انجاب نتيجة البراسمبساتيكو بتأثيره على المباشر على الفلوبيان تيوب. والفلوبيان تيوب ما تتحركش. زي القولون العصبي بيحصل فيها البرستالسيزموك بتقفن. بتقف. رغم ان لما بتعملها اشعب السابغة جايبة. سابغة. اه مبيضين مطلعين بويضات. وهرمونات كويسة جدا. بس متأخرة في الحمل. ويسموه اديوباتيك انفرتيلتي. تأخر حمل غير معروف السبب. كل الاشياء دي اكيد لها وراء اه اسباب. واحيانا لما الاسباب لا تعرف او ان انا ما كنتش متخيلة ده او بقوله حتى مع طبيبي او اعرف انه ده كان ليه دور حقيقة او لا. بنخش بقى بباب الجدل او الدجل سوري عزي. جدل ويجيب دجل والدجل يجيبش عوازة. او ممكن احيانا تبدأ بقى النفس اللوامة. انا عملت حاجة غلط. عشان كده ربنا بيعقبني. انا عملت حاجة غلط. عشان كده اتاخر الحمل. انا هصلي الاجهاد. عشان مش عارف ايه. والموضوع واجعلنا لكل شيء سببه. جعلنا لكل شيء سببه. اه. هنقف قدام حتة مهمة قوي. لازم الناس تتنبه بهم. انه الاطفال كائنات حساسة معاقلة وزكية. وزكرة الطفل اعجب مما تتخيلون جميعا. ده على جميع المستوات بقى. انا بتكلم على الطفل الذكر والطفلة الانسة. الطفل الطفلة عندما يساء لها في شيء. وهي سنها خمس سنين اربع سنين. انا عارف ان ثقافة الناس كتير قوي. عندهم في دماغهم ان الطفل ده. لا يا عيه. مش وغبا. ده عيه. صح ده عيه. وعلى فكرة دي في المنتهى الخطورة. ودي الرسالة اللي انا عايز برضو نطلع بيها النهاردة. ان الطفل بيريكورد المشكلة في ذاكرته. المشكلة بقى دي. ممكن تكبر بشكل كبير جدا جدا جدا. جدا. وعلى فكرة السنة مع العالمية بتاعني بدا بشكل كبير جدا. بيكتبوا السيناريوهات على الحكايات دي. يعني مثلا في فيلم التوم هانكس مشهور قوي. البطلة فيه تعرضت لإزاء نفسي جسدي من جزء ما وهي طفلة. فعلى مدار حياتها كلها في الفيلم. كان واضح جدا ان كل تصرفاتها كبنت اللي فيها نعمل الاستهتار. فيها إباحية مطلقة. فيها علاقات مفتوحة جدا. لغاية لما جالها الإيز في الآخر. بناء على إساءة جسدية من جوز أمها. ولما رجعت البلد بلدها. وهي كانت رفضة تماما انها ترجع لبلدها. راحت للبيت بتاع جوز أمها. يا بيتها القديم. وعملت تصرف في منتهى القصوة والغرب. قعدت مسكت طوب. وقعدت تحدف في البيت. رغم ان الراجل مات. وانتهى. وهو. وهي لما ماتت. توم هانكس في الفيلم. قال لها انا هدت لك البيت. راح لها القبر. وقال لها انا هديت البيت بتاع جوز والدتي. لان هو سبب. هو سبب. بسبب تحرشه بيها او بسبب معاملته ليها. وهي طفل. هو ده برضو اللي هو السيكشول الابيوز. يس. او الشايلد ابيوز. فرق الاتنين. سيكشول الابيوز ان انت الاستخدام الطفل الجنسي. وهدك الاعراض في السن المبكر. او الشايلد ابيوز. انك انت تتعامل معاه بعنف. وغلزة. وعدم اه رحمة. وانك انت تحن عليه. الطفل اللي بيكبر ده. او الطفلة اللي بتكبر دي. جواها كل هزي المعاناة. وبالتالي احنا ماشيين في الدائرة والدوامة. مش واغدين باننا من تصرفاتنا. او مش سابين باننا من الاسر اللي ممكن يتم اه على ولادنا وعلى بناتنا. وعلى مستقبلهم في اللجاين. مهم. وبالتالي كل القصص الحقيقية. عشان تبقى. او كل الافلام اللي نجحت. كان يكتب لك كده. فيلم من من قصة حقيقية. القصص الحقيقية. هم ابطالة الحقيقيين. هم المرضى اللي موجودين. وما نطلق عليهم المرضى. هم لو انساردوا حكاويهم اللي قد كده اللي موجودة. هتسمع منهم حاجات كتيرة جدا. وعبر نطلع بيها طبية مجتمعية. ان احنا ما زلنا ما زلنا نجهة للكثير. ما زلنا نحتاج ان احنا نقرأ مشاكلنا اكتر وبعمق اكتر. وبعد كده تبقى فيه نظرة فلسفية. نظرة تيمية مجتمعية. لان لازم تشغل في فوستة تيم. لان لما بتشغل فوستة تيم انت قوي. يبقى يا فوستة تيم يتبقى يتيم. هلوة دي. لا فوستة تيم يتبقى يتيم. من ضمن دلالات الحب الحقيقي بقى في المجتمع. احنا خلينا نحتفل قابل فالنتاين. لكن وإحنا بنحتفل بعيد الحب لازم يكون فيه حب حقيقي. الحب الحقيقي ده حبك لجارك. حبك لزميلك. حبك لفريق عملك. حبك لانك تتقن الاشياء. تتقن عملك. اتقان العمل نفسه انك تطلع شيء معمول بشكل جيد. هو ده الحب الحقيقي. الحب الحقيقي هو انك انت تحب للخير للغير الخير. تحب كل الناجح خير. الحب الحقيقي هو انك تخلي اللي يستاهل يوصل. ويتفوق. الحب الحقيقي هي انك تقتل المحسوبية والوسطة. ده جزء كبير من الحب. نهاردة استعادنا جدا بهذا اللقاء القوي جدا. اللي على مستوى علمي رائع جدا وراقي جدا. وفيه الكثير من زي ما بيقوله الوضوح العلمي والفتح لكثير من الجراح المقفولة على دغل. المقفولة على قياح. المقفولة على مشاكل كبيرة. اعتقد انه زي ما نقولت هي دعوة انه الموضوع يتفتح على نطاق اوسع ويدخل فيه حوار لرجال الدين مع الطب. لانه هذه من الحوارات اللي ينبغي فيها ان يكون حوار جمعي يشمل متخصصين في مختلف الانواع من التخصصات الدينية والعلمية والطبية والنفسية والاجتماعية في المجتمع. شرفتني كالعادة ونورتني واسعتني بهذا الحوار الرائع جدا. واللي كثير من نقاطه العلمية كانت المفروض تظهر لكن احنا رعينا الجانب الشرقي فاثرنا انها تكون في الحوار العلمي المتخصص المحترف. لكن احنا شرحنا الكثير من الجوانب وما زال الامر. اعتقد مستمر. شكرا. 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 ضيف العزيزة. الاستوال دكتور سيد الاخرص الاستشاري امراض النساء والحقل الميجاري والجراحات المناظير واطفال النبيب والحاصل على الزمال الامريكية لجراحات المناظير وعضو المجلس الاوروبي والامريكي للخصوبة والجمعية العالمية لجراحات المناظير والمؤسسة المستشفى الامم كان في الدكتور. خليكوا دايما مع الدكتور.